اهلا بكم في فيديو جديد فيديو النهاردة هنعمل شكل الهلال كل سنواته صيدين رمضان داخل فطري برضو تعملي ديكورات اشكال مختلفة لو عايز اشكال مختلفة تختاري منها تقدري تدخلي على البنت الرست مليان اشكال وديكورات والحروف وكل الحاجات دي موجودة برضو وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية برضو هنبتدي نشتغل على اشكال كتيرة من الديكورات في الفيديو النهاردة محتاجينه من الخميز عندنا السلك تمام هقولكو دلوقتي عملت الشكل بتاع الهلال ازاي حضرت تلات وردات هنا وحنعمل الورد الرابع مع بعض عندي ابرة تشطيب الرفيوعة دي تمام معدن دي غير البلاستيك اللي استخدمناه في الفيديو اللي فيت اللي حطناها جوه الأنبوب علشان نشد بيها الخيط تمام كمان عندي شوية من اللولي الأبيض مقصه صغير تمام وعندي هنا حبل برضو عملته طويل علشان ده انا اخترت هنا اللون الأبيض هعمله فيه الهلال والوردات دي هنبتدي برضو نربعها عملته بخيط الصوف على فكرة كل الخيوط دي خيوط الصوف ده تخين شوية زي ما احنا شايفين ان هو ايه نغلف بيه كل استلك بتاعنا تمام ولو تبقى حاجة زيدة منه هنفكو بعد كده هنبتدي نقفل الورس بتاعتنا يعني انا دوبش شلته من على المكنة والأربع غرس بتاعته مفتوحين لستة ما تقفلوش خلاص طيب ده هنا الشغلة إلا على المكنة تمام وفوض الحبة من الخيط هنسقط الغرس دلوقتي وهنشوف ازاي هنقفلهم علشان نعمل الوردة الرابعة مع بعض تمام هنبتدي نقفل مع بعض دلوقتي الوردة الرابعة ده كده اخر الخيط عندي وانا معلقة الهبك في الحب وهبتدي اكمل شغل تمام علشان برضو نتعلم ازاي نقفل الأربع غرس بتاعنا خلاص كده طيب احنا شايفين الخيط خلص ويفك من هنا هبتدي اكمل شغل تمام بدون الخيط وهتلاق اوتوماتيك ان الاربع غرس فكه اهو شديد الحب وخرج من الجزء لعم زي الأنبوبة ده تمام كده تمام كي خلصنا ونفك الهبك بتاعنا من الشغل تمام انا بربطه ربط يعني كده بلفه علشان ما يضايقنيش في الفي طيبين الاربع غرس بتاعنا اهو والحبل بتاعنا طالع شكل حيث وجدت نبتدي دلوقتي بقى ايه اوريكو ازاي حنقفل الاربع ابرت ورس نجيب ابرة التشطير بعد ما حطيت ابرة التشطير عندنا الاربع غرس لو حاسة ان الخيط ده قصير ممكن تفكي سطر مثلا علشان تبتدي تريحي الشغل التالي هنبتدي من الغرزة اللي شبكة فيه الخيط هنحط الاربع فيها والغرزة اللي وراها تمام الغرزة اللي وراها والغرزة الرابعة الاخيرة و هنبتدي بعد كده نشد الخيط بالضبط نفس الفكرة بتاعت مكان التريكو الكبير بتاعنا اهو و هبتدي اشد كده و كده خلاص قفلت الشغل بتاع الحبل بتاعنا و كده كده في البداية بتاعت الشغل بيبقى مقفوض طبعا الخيط هنا الزيادة ده تمام مش بنقصه هنبتدي بقى نسبت بيه الشكل بتاع الورد الورد بتاعي عاملة خمسة من الورقات تمام تقدري تعملي اكتر تقدري تعملي ستة سبعة ولو حبيتي تزودي في عدد الورقات يبقى هتزودي الطول بتاع الحبل وانتي شغالات تمام فهنا هبتدي اثبتهم ازاي نركز بقى مع بعض هنبتدي من الناحية دي هنعمل بالضبط شبه الموجة هنبتدي انا طبعا حطيت الابرة بتاعتي في الخيط الطويب و هبتدي قبل ما ثبت ان انا اعمله كده مثلا شايفين زي الشكل بتاع الزجزاج و اشوف هيعمل لي كام ورقة ممكن نعملهم ستة سبعة على حسب الشكل اللي انتو عايزينه اهم حيجة بس ان المقاسات تبقى مزبوطة علشان لازم الطرف الاولاني ده يبقى لتحت والطرف الاخير ده برده يبقى لتحت علشان ايه نقفلهم مصابة ولو عملناها ستة ورقات مفيش مشكلة تمام انا بوريكو بالتبصيل علشان ايه تبقى الفكرة واضحا لكم اظن كده هتبقى حيال بصوا التانيات بتاعتها خلاص باينتلي هي اهو يعني دي تانية تانية لتحت اهو ده الشكل اللي احنا هنمشي عليه حبتدي دلوقتي احط الابرة بتاعتي ديني في الخير تمام بصوا بقى هنيجي هنا خلاص التانيات دي بالنسبالي وضحيتلي انا حبتدي ازبط ورقتي فيه حبتدي اجيب الخير واحطه هنا بالابرة في الجزء ده كده خلاص اثبت الطرفين دول مع بعض هتني الورقة التانية وحدخل هنا واسبت الطرف ده شايفين ازاي اهو كاني بقفل شكل عامل زي ازجزاج كده الورقة التالتة برضو اهو وضبط الطول بتاعها ادخل هنا خلاص تمام دي طويلة شوية قصرها اهو الى حد ما يعني على حد ما انتو تحبوا الشكل يبقى عامل ازاي وتقدار يتفكي وتعمليها من اول وجديد ان انت كده كده لسه يدوب احنا بنظبط الشكل تمام اهو كده ثلاثل الورقة اهو معي ثلاثل احنا عملنا هنا كام ورقة دخلنا في الطرف ده والطرف ده والطرف الاخير اهو عملنا ورقة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست عملنا ست ورقات هبتدي اشد بقى الخيط بتاعي اهو تمام اهو شايفين وهبتدي اثبت الطرف الاولاني والاخير هنعمل ايه؟ هتخل ثاني دي الابرة بتاعتي في الطرف الاولاني تمام وهمشي على نفس الصف اللي انا ثبت فيه المرة الاولانية كالتثبيت للورقة بتاعنا تمام ممكن اخد دولة مع بعض وارجع اخد الاثنين الاخرانيين تاني مع بعض بيء الشكل ده الوردة دي اكبر شوية من الوردات اللي احنا عمدناها بس حلو ان يبقى فيه كزا مقاس للوردة علشان يبقى كده تحسي ان الحاجة عندها زي بوكية حقيقة ممكن تثبيتي مرة واثنين وتلاتة تمام؟ لو انتي بقى حبة ان الوردة تبقى واغدة تقويصة شوية مثلا يعني انا عملة الوردة السودة واغدة تقويصة شوية عملة كده زي اللي ليها بوز هنا من تحت تمام؟ دولة مفروضين خلاص؟ لو عايز اتقواصيها شوية هتبتدي التثبيت ترفعي به علشان تلمي الوردات الورقات ويبقوا مقواصين قصوب بعض تمامي؟ اي ممكن ابتدي اثبت من هنا اهو ادخل في نص الورقة تمام؟ اهو كده في النص لو عايزها مفروضة يبقى حنكتفي بالتثبيت من قلب الوردة لو عايزها تتقواص لفوق شوية تلمي يبقى هنبتدي نرتفع شوية بيئة الخيط بتاع التثبيت بتاعنا بيئة شكل ده او ما نشدهوش قوي كل ما نشده هنلاقيها قفلت اكتر لو احنا عايزنا مفتوحة مقواصة بس متوسطة يبقى مش هنشد جامس شايفين ابتدي بتتقواص زيه؟ لو شدتي جامس اهو قفلت شوية لو فردتي الخيط شوية وريحتي هتبقى مفروضة اكتر تمام؟ بيئة شكل ده هبتدي بعد كده اثبت الخيط ادخله هنا وطلعه من قلب الوردة تمام؟ شلت كده الابرة بتاعتي حرجوط طرفين دول ببعض اثبت الشغل بتاعي عشان مش هيفك كده كده احنا هنلزق بالشام مش هنحكاك حاجة من الشغل ده مش هيتام اصلا معينا وهنبتدي دلوقتي اشيل باقي الزيادات بتاع الخيط بتاعي باشيل كل الزيادات بتاعي خلاص؟ دي كده الوردة الرابعة يبقى احنا كده عملنا واحدة دي بصوا في المقاس اكبر شوية على فكرة تقدروا تعملوا وردات فوق بعض يبقى دي حجمها كبير ودي حجمها صغير يبقى شطيهم حل جدا بصوا الشكل والجمال دي لو مفروضة شوية زيها هتبقى برضو حل يلا بينا بقى نبتدي الشغل بتاع الثورة وازاي هنقفل الخيط علشان يبقى الفنش بتاعه مطيف احنا كده جبنا السلك بتاعنا هيبقى عندنا السلك بطوله مش هنقصه غير لما نعمل المقاس اللي احنا عايزينه انا ابتديت بقي القوس الا من بره جبت السلك وابتديت اتنيه ممكن نشرح على الحتة دي جبت السلك مثلا ده اعتبروه جبت السلك وسبته كده بقي التقويصة بتاعته وجيت مثلا في الحتة دي ابتديت اتنيها بقي الشكل ده كده تمام وابتديت اقوصها ببرا بشكل يكون كويس بس ما تبقاش معووجة يعني تخلوا الدوران ده زي ما هو حل بيبقى الدوران اللي هنا حاجة مش قادرة تعمليها ممكن تليفيها على حاجة خلاص اهو كده كده تمام حيبقى بقي الشكل ده تمام بصوا هنا المفروض هيجمعه في الركن انا مش عايزة ان هما يجمع في الركن اهو نزبط التقويصة بتاعت انا مش عايزة يجمعه في الركن تمام هبتدي هاجي هنا اقوم تانية الطرف ده بقي الشكل ده وابتدي اوسع التقويصة دي شوية كده اللي بره افتح وابتدي اعمله كده انا مش طلع مظبوط قوي لان انا اي بعمله بشكل يعني عشوائي بس انتو هتزبطوا الموضوع اكدر لغاية لما يطلع بيق الشكل ده تمام يفضل ان انتو تخلوا الطرفين يبقوا في الجزء ده تمام علشان نسبتو ويبقى شكلهم حالي خلاص هبتدي نشكل بقى ممكن تعملي نجمة ممكن تعملي هلال تعملي دايرام دورة سيدة اللي انتو حبيه حضرت كده الخيط بتاعي الحب الاصلي تمام ويبتدي اجيب الحب ويبتدي ادخله والفكو بيق الشكل ده علشان يساعدني ان انا ادخل خلي بالكو كل ما السلك بتاعنا يكون الدورانات بتاعته نضيفه كل ما هيبتدي هيكون الشكل النهائي بتاعنا الفينش بتاعه نضيف جدا طبعا انا مستخدم خيط السمك بتاعه حل علشان ما يبقاش السلك باين من برا تمام هنبتدي ندكك الشكل بتاعنا شكله حلوي جدا اللون اللي بيب بصراحة ننور الدنيا هرب كده ويبتدي يلفه ويدخل على طول على الدوران الجديد خلاص هبتدي بقى ايه ادخل لغاية الاخر خاطئ وكده ممتع جدا ليكي وللاولاد يعني ممكن اولادك يعودوا يعملوا حاجة زي كده حلو جدا يعارفين المهارات اللي احنا كنا بنتعملها زمان في المدرسة حلوة قوي عادة التدوير الحاجات دي بتشغل وقتهم حسا في الاجازات وكده بيتبسطوا ان هم بيعملوا حاجة حلو بصراحة وانت بتبقي مبسوطة ان هم بتعلموا كمان حاجة حلو ايه بصوا هنا هبتدي بقى ايه اضبط النسيق كله عشان يبقى الشكل حلو نتخلوهش ايه حتة مبرومة وحتة مفرودة وكده نضبط الشكل كله اهو 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 نلت نلت كده تمام لغاية لما نوصل هو خلاص احنا هنفكر ممكن ما نفكش كمان هو كده حلو قوي شايفين الشكل بتاعه اهو شايفين لزيج حلو طبعا كل ده هزا ارجع اضبطه تاين عايزين دلوقتي نشوف الخطوة بتاعت بقين التأفيل بتاع الجزئين دول مع بعض تمام خطي دلوقتي عايزة اعمل حاجة مهمة من الابرة شايفين اول الحبل خالص اللي احنا كنا لقطناه عايزة افك الخيط بتاعهم افك سطر مثلا منه الغرز بتاعته هقولوكم اليد دلوقتي تمام هفكهم بغاية لما يبقى شكلهم اربع غرز اهو كده تمام طلع بس الخيط اهو بقى ايه الطرف ده مفتوح عندي شايفين اول الحبل واخر الحبل بنفس الشكل تمام اهو اخر الحبل اهو حل طيب هبتدي دلوقتي اجيب اول الحبل اطلعهم اهو واخر الحبل برضو هطلعهم وابتدي دلوقتي في التزبيت بتاع الطرفين دول خلاص هجيب الشريط بتاع اللحيم العادي تمام اللي هو الشكرتون ده وهبتدي اثبتهم وصد بعض تمام ممكن تبدي نقطة شامع وممكن تبدي لازق عادي هناخد كده اول طرف تمام هبديله لفة تانية بشويش والبروحة علشان ايه ما تطوليش الشريط اللحيم يعني خليه على قد اللفة زي ما انتو شايفين كده ونبتدي نوربه دي الشكل ده اهو واربه علشان نبتدي نلق فيه الطرف الثاني اهو مرة واثنين نروح عليه لغاية لما يكتب معينه عندك سلوتيب العادي تمام ما يمشي اي حاجة نحب بيثبتي بيها هتبقى شغل يعني قبل ان نلف ونرجع بيها عايزينها مكلكة قوي وادقي ايه ايه خطوة انا ماشي معكم خطوة في خطوة انا بصراحكم مستمتعة وانا شغل احب جدا الحاجات دي اهو كده ده كده اهو التسبيد سابتين جدا مع بعض عايزين بقى ايه نزبط دلوقتي النسيج بتاعنا علشان يبقى الشكل احل طميم ممكن نثبت بقى ايه في الجزلة خلاص والنسيج ده مزبوط هنبتدي بقى نحط الخيط الطويل ده في الابرة تاني تمام شوفوا بقى علشان نبتدي نقفل خطوة احنا عندنا اطراف بالشكل ده انا عايزة هدخل في الحتة منها كده هنبتدي دلوقتي نحط الاطراف هنبتدي دلوقتي نحط الاطراف قصد بعض حب هبتدي اخد هنا سايفين الخيط واصل بالغرزة البيضة دي هبتدي اخده كده هاخد من قلب الغرزة اهو كده تمام هقفلها واخد الغرزة اللي قصدها من الطرف السين هدخل في قلبها تمام اهو كده احنا اقفلنا غرزة من الطرف ده والطرف ده هناخد الغرزة اللي قصدها البنبي دي من فوق لتحت كده تمام هنقفلها برضه هناخد غرزة من فوق وغرزة من تحت غرزة من فوق وغرزة من تحت غير لما نقفل الثماني قصد بعض اربعة قصد اربعة معلش الالوان تكون فاتحة شوية تبقى مش باينة مثل unite فاهمين قصد سمام هنرفعеля هناخد الغرزة اللي طرف من فوق سايفري ناكلم نقلب قبل الشوك لroneذا كده نقرب الجرزة الطرف من فوق ناخد الغرزة اللي طرف من من تحت تقرس الرقعة من فوق ثمين تقرس الرقعة من تحت في الشكل خلص وشدهم هتلقهم ايه افلوا اصبعت وقفلنا ايه كده كده الشغل بتاع بالشكل خلص اهو اشدهم حل وابتدي اربطهم مع بعض كده اقول لكم دلوقتي هنوديهم فين كده تمام وادخل الخيط التاني في الابرة ادخلت الخطين مع بعض وايه قصتهم ابتدي بعد كده ايه ادكك بالخطين دولة جوه الحبل بتاعنا تمام علشان ما يبقوش ايه باينين اهو كده تمام كده واقص الزيادة من الخيط بتاعنا بالشكل ده كده خلصنا الشكل بتاع الهلال هنبتدي دلوقتي الخطوة بقى ايه بتاع التزبيط الوردات بتاعنا شايفين شكله عامل ازاي اهو اهم حاجة ما تشديش النسيج قوي علشان يبقى شكله حلو يعني كده تحسوا انه شكله غني وحلو شايفينه منظره كامل اهو تمام والوصلة بتاعتنا اهيه في الجمع ممكن مش عايزها تبين قوي تحطيها في الرقنة كده هتكتدي بحركيها بالشكل ده مش هتبقى بعينة كده عايزة دلوقتي الازدق اللولي في قلب الوردة حامل في كل وردة فص واحد بمسادس الشمح هخطه نقطة كده تغننة كل دي نقطة تغننة طيب واحط الفص بتاعنا هيلزق على طولك اهو اللي بعدها احط الاول على الوردة تمام ما تحطوهش على الوليو بعد كده تلزقه علشان محدش يتلفق خلاص اهو كده بيديوه بشكل حلو كده وبينور قلب الوردة بتاعتنا تمام ولو ما عنديكيش مسادس الشمح ممكن هو كده على البوتجاز بصوا الفرق شايفين الفرق ما بين اللي بدون وبيدون وي باللوي نقطة شكل الوردة قوي شكله حلو لو عنديك بقى منه الوين سيبقى برطة حلو يعني ايجي كده ايه اشكال مختلفة خلاص اهو نبتدي دلوقتي الخطوة بقى بتاعت تثبيت على الهلال نفسه اي حبة انا شفت اشكال بصراحة بانترست ان احنا ممكن نحط ثلاث وردات مع بعض مش عارفة مش متخيلة شكل معين وعا كده شوفي انت عايزة تحط الهلال كده ولا تحطيه كده يعني فيه ناس عايزة اتعلقوا كده الديكور بتاعها يبقى كده فيه ناس عايزة اتعلق الديكور بتاعها كده اظن الشكل كده ده احلى صح ولا ايه؟ بتهيق لي هنبتدي بقى ايه؟ نلزق الوردات في الشكل ده ونعمل تناسق طبعا للألوان ببعض ممكن نحط الثلاثة دولة مع بعض ونحط واحنا مساء في حتة تاني ممكن نحط ثلاثة كده وواحدة كده ممكن نحط ثلاثة كده وواحدة كده طمام؟ طريب يرلغينا احنا بنجرب اخو نحط نقود كده نحط الخضر هنا طبعا نبتديك العقل طمام؟ نفكها شوية على ما تنشى طمام؟ لو عايزة هزود عليها تاني نحط الثلاثة وردات وشا كده مثلا نحطهم بالترتيب تاني ونحط الثلاثة ونحط الثلاثة ونحط الثلاثة حتى كده مثلا ونحط اخر واحنا معنا ونحط انظروا انا مبين الورقتين دول حتى ورقة علشان يبقوا داخلين في قلبه بعض ممكن نسبتهم برضو مع بعض كمين الشكل اه شوان خيبه قوي شوان شايفين الشكل يبقى انا نعمل سلسلة مثلا بقبرة الكروشي ويتعلق شوان خيبه قوي 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 بصراحة ممكن نحط برضو شوية من اللولي لو ملون كمين هيبقى حيب ممكن نحط شوية لولي نحط شوية لولي في فتلة تمام ونعلقهم كعلاقات كده هعمل حبة كده ونشوف الشكل برضو حيبقى حلوى لقى شوف انا استفرت على اين بصراحة عملت حبل ثاني لونه اسود تمام حسيت انه فاتح قوي فحبيت ان انا اكثر شوية وعمل شكل مختلف فهجيب عملت حبل طويل اسود بحيث ان يكفي الدورون مثلا او كده او طرف بس من الكوس هبتدي اجيب قفلت من الطرفين الحبل بتاعي خلاص وهبتدي كده احط اول طرف من جوه هنا تمام هجزقو بيق الشمس وبعد كده هبتدي هلفكو بيق الشكل ده تمام اهو عايزة تعملي لفات على الواسع هيبقى حيرو ولفات على دايق برضو هتبقى حيرو اهو كده وصو شكله حلو ازاي جميل جدا 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 اعمل كده تناسك في القلوية سايفين المنظر اهو خديد منجانة كده هنصبتها دلوقتي مع بعض اهو كده سايفين ايه رأيوكم لوري بجد شكله حلو صاح اهو هنكمل لقى لغاية الاخر بجد مبسوطة بيقوي يعني من اجمل حاجات اللي عملتها على مكانة الحبل بس انتم بقى ايه رزقوكو حلو اهو ممكن بقى لو زيادة شوية اهو نبتدي ايه نطلع شوية نعمل الجزء ده كده ممكن نكتفي على فترة لغاية الوردة السودا كأنها ايه الفرع دي خارج منها شايفيني ازاي شاكله حلو جدا 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 بصو منظر خطير ازاي حلو حلزق بقى على كده على طوض وافك مش افك وحقص بقى لزاوية الخيوط دي شايفيني انا المنظر خطير 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 يومي دي نعم يجب ايه قبل ما انفنش زيني اشتелен جدا جدا verzيني ايه دش رعد شوية شبرا جدا يجب أن أضغط في موضوع يجب أن أضغط في موضوع أستبدأ طرف الوردة لأن يكون هناك شماعية أستطيع التقليل أماماً أستطيع أن أقوم بإمكانك المنزل أستطيع أن أقوم بإمكانك المنزل وهنعمل أشكال تانية كتير بإذن الله هحاول قبل رمضان ممكن نعمل نجمة كمان قولولي رأيكم وأشوفكم في فيديو جديد ومع السلام